بقولك ان اللاعب مخطئ انا كالتحاد كرة قلت هو فبالتالي انت هنا كان عندك ضرورة كالتحاد كرة تقفل قصة دي مبادرة نتكلم على الرحلون والقادمون اكنينا في المطار الرحلون المغادرون والقادمون يقع للمطار القراءة دا والاستقبال في الاهل مين اللي همشي ومين اللي هيك بالبلد بتصدقني ولا لا اه اه طبعا بصدقك طيب بكرة في اجتماع مجلس ادار مهم بس لشأن اخر غير اللاعبين يوم اربعة ستة في حدث مفرح لجماهير الاهلي حلم من احلام الاهلي هيتحق اللي هو الاستاد لما المجلس يعلم بكرة هيبان وممكن يبقى في حاجة تانية معاه او حاجة تانية فده حاجة بكرة تبقى مفرحة جدا حتى هذه اللحظة لم يتم ومنقشت مين جاي ومين رايح لسبب انت لسه في بطولة الدوري لها اللي متعجلش في الحاجات دي لسه في بطولة الدوري ما روحتش لمرحلة الامان انت حضرتك اسأل اللي انت عايزه وانا هجاوبك على سؤال سؤال كل حاجة هكلمك فيها سواء القادمون قاوي انك تجدد عود حد في التوقيت ده في حد انت خايف يمشي وعاست جدد له عقده عشان عقده مستقام مين عب مين فاضله عديف عاده قول انت مش هقول لانا اوه كان فيه سنة ايوه سنة بتاعت فيوتر ايوه صح كده يبقى فاضله سنتين ونص كده معلومتك مظبوط تمام حلو لاعب لسه قدامه سنتين ونص وما عندوش عرض رسمي على مسئولية الشخصية لا يوجد عرض رسمي للمحمد عبد المين بس فيستفسار من موناكو وماله اه وممكن يبقى حد مكلومه في التليفون وممكن يبقى كذا بقى لي بعرضي تيمة مليئ لا اميه ولا جلتسراي ولا اي حاج ولا اي حاج طب اي رأيك في البوست اللي كتبوا اللاعب بوست حلو جدا اه اللي عايز يأوله على كلامك هيأوله اه واللي عايز يأوله ناحية ان الراجل بيشكر الجمهور بيشكره ايه المناسبة هو في منتخب مصر ما ممكن يشكر الجمهور بعد كاسر شو هتشطة حلوين برده لا ما ممكن يشكر الجمهور بعد دورة ابطال افريق ما هو شكر ما هو بعد دورة طب هو شكر كان مريح طب ما هو شكر كان اجازة لا لا هتشكر للجمهور قبل دي لا انا بقولك الطبيعي ان هو بعد مش في المنتخب قويس جدا بالعكس ما هو عايز دعمهم في المنتخب بقى اسأل يا باشا اللي انت عايش اه اخلم حكا هو هغير الطوم بتاعك يلا هغير الطوم بتاعك خش في اللي بعد خش في اللي بعد يلا كريستو قاعد ولا ماشي آآ لسه لكن اقرب ممكن يمشي طيب طاير محمد طاهر لسه لكن لسه ما خدوش انت قلتلك لسه قلتلك دخلت على طاهر صدقني بجد ما فيش قرارات ايه لان انت لسه لجنة تخطيط مع مدير فني اللي بالك فانت لسه وبيبقولك طول ما لسه ما وقفتش على رجلك في مسابقة الدور العام مش هتناشي الحاجات دي خالص دلوقتي طيب معلول مجدد ولا لا معلول كم سنة مجدد آآ كابت الخطيب قاعد معا حيل وقال له ما فيش حاجة انت محتاجها مش هتحصل ولا ولان يتم اي حاجة اللي بقيمة معلول شوف قيمة معلول ايه والاهلي هيدلو قيمته ويعملها له كده خلاص ده الكلام اللي لغاتي موال قيمته وطلب طلباته يبقى لها لا يعملها ما تنفزيتش ليه لحد دلوقتي ليه يبقى لها لا يعملها له اي حاجة معك وانا قصق في الكابتن محمود الخطيب طالما قاعد معاه وقال له كده يبقى الموضوع انتهى بس تمام عندك ايه تاني بيرسيتاو هيمشي ولا يا عوضي بيرسيتاو كايزر تشيف ماشي بص ما فيش حاجة راسمية برضه السنة اللي فاتت كان فيه السنة اللي فاتت كان فيه بص يا كابتن وايب ساعات لعيب ممكن في ماتش أو اتنين ما بقاش بمستوها فيمشي يا جدعان طب ما هيكورة كده تمام ما فيش لعيب النهاردة مين يصدق ان كريستيانو رونالدو بيبكي البوكا دا كله مين يصدق ما فيه امور بعض الامور تقولك طب لو كانت وجاب جنب في النهاية افريقية طيب محمد كانت ايه جاي مع منتخب بوركينا فاسو طيب يشرف يشرف ويخلص على حساب مين ومين ماشي ومين جاي الطبيعي تشوف انت مودست وانت عايز تقول لي مودست عايي انت عايز تقول لي لا انا بقولك اهو مودست موسم مودست موسم شكرا دس الاهلي بيفكر في رأس حربة تاني اه موسم ولا 36 دي هتتحسن مع الاهلي قصد دي نقطة جوهرية يعني اه سوء هو المفروض موسم لنهايته اه ويبقى فيه موسم تاني ببعض الشروط تمام فكده كده مفيش موسم تاني يعني 36 ما دي ما قدر شفتيلك فيه طيب جايز الفن اللي يقول 36 ما انت هتكلم لو كده هتقعده اليناير لو مش 36 هيقعد اليناير هو هي فكده موسم ونص اي عقدة يا كابتن مهيب اه اي العقد بيمضي عقد بيمضي من اول موسم لاخر موسم يطبق حسب الدور اللي بيلعب فيه الدوري بتاع مصر بدأ من هنا نهايته هنا يبقى تحسب بالنهاية تمام اوكي حلوة او مين اللي يرجع قندوسي راجع قندوسي مقدة كويس جدا اه الارقام بتقول يرجع لكن لسه برضه ما قاعدوش خده قرار اه فيه قرار هقولك فيه قرار اه ما اللي فيه قرار في ايه ما اللي تاخد قرار في ايه في حسم مرحلة صعبة في الدوري اه هو التركيز كله فيه اه خطوة خطوة في الاهلي تماما والدوري واقف ايوم انت الدورة هيرجع اما انت لازم هترجع جاهز عندك لعبة دولية ولاعبة في المنتخب الأوليمبي وما تشوف بتتأجل طب انت عايز تقول لي ان لعبة الاهلي دي كلها محدش فيهم جالوا عرض لغات وانا بتكلم معك اصدمي شوقت التقلات يا كابتن مهيب يعني يعني يا جماعة فيه جس نبض يا كابتن ممكن جس نبض اكلم لاعب اشوفوا ايه انما عشان برضو موضحين التوقيت ده مش مش توقيت انتقالات أصلا بحيس لما لما تتفتح الانتقالات يبقى كل واحد عارف كويس ممكن يبقى فيه كلام انما فيه حاجة رسمي قولا وحيدا لا مفيش تماما قافل هل شايف الفترة القادمة ان ممكن لعيب من الاهلي ينتقل الزمالك او لعيب من الزمالك ينتقل للنادي الاهلي بشكل مباشر لا يعني بشكل مباشر لا بشكل مباشر مش لا مستحيل طي هتمشي بقى بصة موين فيه ناس يعني التريندات اللي كانت ماشى قولك ايه اصل زيزو هيجي الاهلي والناس يقولك اصل امام راجع الزمالك كل ده كلام خلي بالك انا هفضل اقرر برضو طب هقولك سؤال هترد عليها بصراحة اكتر من كده لا هاب هترد عليها بصراحة قول لي اه او لا لو قلتلي لا مش هقولي السؤال اه هو الاهلي ما كانش عايز زيزو مين مين ما يعوش زيزو برضو ما ليش دهنا ممكن اقولك حاجة لا لا اصعب لا لا ما تقولش اقولك حاجة اصعب لا لا انا اسف مية في المية لا ما اجاوبش عالسؤال بسؤال انا بسألك سؤال واضح في وقت اه الاهلي كان عايز زيزو في وقت اه في حد من الاجهزة الفانية طلبه و وكان فاضي الباقي لو عتحب اقوله لك اقولهولي اه اقولهولي اه كان فيه موافق انه يجي من اللاعب اللاعب كان موافق انه يجي تسكنت ليه انا مليش داعه او انا او لحد هنا لحد هنا وانا رف وارجع كم من انت بقى اللاعب وافق وقتها اللاعب وافق اعاد محد وقال اللي بيتكلمه وقال اه طبعا لكن هو ما عادش لا لا طيب ماشي ده حاجة كويسة حلوه انت قلتلي خليك بقى لغاية هنا وليه فوق فير فير ايه بقولك ايه احنا دخل خلي الطلعات ينقذنا شوي تفين يا كابتن خالد كابتن خالد